السلام عليكم أبنائي طلب التخصصات المعمارية في كل مكان أسعد بلقاء بكم من جديد في برنامجنا الجميل في بيتنا مدرسة إن شاء الله بإذن الله نشتغل مع بعض مادة تكنولوجيا أعمال الخرصانة وهنتكلم بإذن الله عن درس اسمه مصطلحات الفنية المستخدمة في أعمال السلالم وحبين ننوه قبل ما نبدأ طبعا ونخوض مع بعض في الشريح بتاعتنا والسلايد بتاعنا عن المصطلحات الفنية المستخدمة في أعمال السلالم إن إحنا الدرس ده هنلاقيه متشابه بدروس كتيرة طبعا موجودة في أو في التخصصات المعمارية الأربعة اللي هي البناء والبياض والنجارة نجارة العمارة وطبعا موجود معنا في تخصص أعمال الخرصانة يعني لو هنتكلم بشكل عام فطبعا الدرس بتاعنا بشكل عام هيكون موجود أو بيخص جميع التخصصات المعمارية معنا تخصص أعمال الأعمال الصحية وشبكات البياء ولكن كلهم حسب أو بيوظف الدرس بتاعه حسب التخصص اللي مستخدم فيه يعني هنلاقي اختلاف يا مستر ما بين تصميم الخرصانة أو المصطلحات الفنية المستخدمة في أعمال السلالم في أقسام البياض أو التشطبات والنجارة أو البناء أيها طبعا يكون فيه اختلاف لأنه طبعا فيه أقسام زي قسم أو تخصص أعمال نجارة العمارة بيكون فيه التركيز الأكبر بيكون على السلالم الخشبية وطبعا فيه المصطلحات هناك أكيد وإن كانت بشكل عام بتكون متشابهة إلا أن فيه التخصص بيبدأ كل تخصص بيأخذ أو بيتجأ أو بيركز على ما يهمه أو ما يخصه فيه استخدامه فيه تخصصه طيب فيه برضو فيه قسم زي قسم مثلا البياض أو أعمال التشطبات بيركز طبعا على الحلايا والكرانيش ومشابه وده جزء بيبقى مستخدم برضو أو الدكرات اللي موجودة فيه أعمال السلالم وده هنلاقي مركز جامد فيه في التخصص بتاعه على الجرانيت أو الكسوة أو مشابه اللي بيستخدم لأعمال السلالم وبالتالي المصطلحات هناك هتكون فيما يخص تخصص أعمال التشطبات عشان بس إحنا بنوضح ليه عشان ما نقولش درس السلالم ده هو موجود في كل التخصص بشكل معماء يعني في كل التخصص بشكل عام تخصص المعمارية ولكن كل التخصص بيلقي عليها الضوء أو الاثبط في الجهة اللي بيختص بيها طب في أعمال الخرصاني عندنا هنلاقي طبعا هو بيتكلم عن الهيكل الخرصاني للسلم بشكلية وخلي بالك إن احنا هنركز على شكلين عندنا في السلالم وطبعا احنا عارفينه السلم الحصيرة اللي هو مفوش درج اللي احنا بنسميه بدون درج عديم الدرج والسلم الكابولي والكابولي اللي هو السلم الدرج وده الاسم المدرج أو الدرج اللي احنا عارفينه فيه السوق يبقى أنا عندي نوعين من السلالم سلم الحصيرة وسلم الكابولي اللي احنا بنسميه سلم الدرك طيب هو المادة أو المصطلحات الفنية ده مصطر هنستخدمها في ايه و هنحتاجها في ايه خلي بالك انك انت هتستخدمها زي ما احنا بنقول ان موادنا المعمارية كلها تشتغل مع بعض وبتتناغم في نسق و موحد مع بعض ليه لان انت عندك مادة الرسم خلي بالك في مادة الرسم الفني انت عندك درس أو درسين اللي هم بيختصوا بأعمال السلالم رسم الفني فيما يخص سلم الحصيرة والرسم الفني فيما يخص السلم الدرج أو الكابولي و خلي بالك انك انت و انت بترسم اللوحة طبعا ما هو الطالب المتميز من الطالب اللي هو العادي اللي هيفرقوا من الاتنين من بعض اللي هو ما بيكتب لي أسماء الأعضاء أو مكونات الرسم التاعه وبالتالي حيحتاج هنا المصطلحات الفنية اذا ان ما كانش دارس و فاهم في مادة التكنولوجيا يعني ايه نايمة اللي احنا طبعا هنشوفها يعني ايه ايمة يعني ايه خط الانف يعني ايه بسطة يعني ايه فاخد السلم يعني ايه الكابولي يعني ايه دربزين يعني ايه كوبستة كل المسميات دي هيكون طبعا لها متطلبات انك انت لازم تلمي بيها و انا هنا ان شاء الله باذن الله في الدرس بتاعنا انا مش حابك تكون حافظ قد ما تكون فاهم احنا جايبين كمية من الصور تكاد تكون يعني زي ما بيقول كبيرة جدا ليه عشان توضح معايا الشكل بتاعي انا عايزك تكون فاهم اكتر ما تكون حافظ ثانيا انت في استخدامك ليه الجانب العملي في حياتك وده دايما اللي انا بركز عليه او حتى كمان في اثناء ادائك التمرين العملي اللي موجود عندك في الورشة في الامتحانات العملية بتاعتك طبعا لازم تكون فاهم المصطلح ده ايه وتنفزه ازاي وده طبعا هيتم من مادة الايه التكنولوجيا يبقى انا هنا حابي بأكد او كنت بأكد على مدى ترابط مادة التكنولوجيا او تداخلها في المواد بتاعتنا زي الرسم وزي الجانب العملي وطبعا في التصميمات في حساب انشاءات او ما شابه بتحتاج انك انت تكون ملم بمادة التكنولوجيا والمستخدام فيها عشان بعد كده طبع عارف انت بتحسد ايه وتتكلم عن ايه النهاردة ان شاء الله هنتناول المصطلحات الفنية زي ما قلت وهنبدأ بالمصطلحات اللي موجودة وهنخصص لها الحلقة كاملة ان شاء الله واثناء واحنا بنشتغل هنتوقع او هنشتغل مع بعض ازاي ممكن تيجي اسئلة الامتحان في الجزئية دي برضو حابب اكد قبل ما نبدأ برضو ان الجزئية بتاعتنا النهاردة اللي هي المصطلحات الفنية المستخدمة في اعمال السلالم لتخصصات الخرصانة ده سؤال بيجي كامل طبعا فيه اكمل او صح وخطأ ويكون ملم بموضوع السلالم سواء السلم الحصيرة او السلم الكابولي بكل مشتقات وكل انواعه زي ما نشوف هو فيه انواع يا مستر للسلالم اه طبعا كمان عايزين نأكد ونبدأ بيها ونقول ان انا عندي السلم لازم اكون عارف ان السلم ده اول حاجة بتعمل حسابها في البيت اثناء عملية التصميم ليه لانه طبعا بيرتبط بالارتفاع الموصل له وبناء على الارتفاع اللي هيوصل له انا ببدأ احدد المساحة بتاعتي ودي ان شاء الله نتكلم عليها في حلقة قادمة بازن الله في اعمال تصميم السلالم يبقى النهاردة ان شاء الله نتشغل مع بعض فيه المصطلحات الفنية لأعمال السلالم بشقية السلم الحصيرة والسلم الدرج يعني المصطلح المستخدم هنا هو اللي يكون مستخدم هنا والمصطلحات كلها بتلم بدرس واحد اللي هو اعمال السلالم نبدأ مع بعض كده ونشوف الاسلايد بتاعنا النهاردة والبداية في محل السلم زي ما احنا بنشوف كده ده اول تعريف او اول مصطلح من المصطلحات الفنية المستخدمة في اعمال السلالم بيقول لي محل السلم محل السلم هو عبارة او بيسمى بئر السلم زي ما احنا بنسميه وبنطلق عليه بئر السلم ده بالاسم الدارج بتاعه والمشهور اللي احنا عارفينه وبيقول لي وهو المسطح الذي ينشأ فيه السلم يبقى المكان اللي بتعمل فيه السلم اسمه محل السلم ليه لان طبعا فيه فرق ما بين الاسم الهندسي وما بين الاسم الدارج اللي هو يستخدم فيه السوق وانا طبعا زي ما بقول لازم اكون ملم بالمصطلحين المصطلح الدارج والمصطلح العلمي والهندسي عشان طبعا أثناء عملية التصميم أو في رسم اللوحات أكون عارف محل السلم وفي بعض الأسئلة بيقول لي احسب محل السلم لسلم بيصل إلى دور كذا وكذا فأبقى عارف أن المقصود بمحل السلم هو بقر السلم أو المكان اللي هينشأ فيه السلم فلازم أكون ملمي بيه بعد كده الدرجة وفي حد ما يعرفش الدرجة يا مستر لأ طبعا كل ما عارفين الدرجة ولكن الاسم العلمي بتاعها مكونة من إيه هو ده اللي هيفرق معنا النهاردة في الدرس بتاعنا فأكون عارف أن الدرجة بيقول لي هي جزء من السلم يتكون من نائمة وقائمة يبقى أنا عارف أن السلم فيه عندي جزئين حاجة اسمها نائمة وحاجة اسمها قائمة ليه بتستخدم فيه بتستعمل في الصعود أو النزول من دور إلى آخر كما تسمى أول درجة بالبادي والدرجة النهائية بالطروفية كما أن للدرجة طرفان رأس ويكون جهة الدربزين وزيل زيل الدرجة ويكون جهة الحائط ونقف عندها لحظة كده ونوضحها مع وعدة شباب هو بيقول أن الدرجة جزء من مكونات أو هي مكون من مكونات السلم ويكون فيه عنده حاجتين حاجة اسمها النائمة زي ما هنتعرض لها كمان شوية وهنعرفها وحاجة اسمها القائمة فلازم أكون عارف أن مكونات السلم القائمة والإيه والنائمة ده في الدرجة طيب ويقول لي أن الدرجة دي أو السلم ده بيكون له جزءين له حاجة اسمها ناحية الرأس الرأس دي بتكون متسبتة في الحيطة أو ناحية الحيطة ناحية الحيطة وأنا طالع الحيطة اللي تبقى متحمل عليها درجة السلم وعند حاجة اسمها ديل أو زيل الدرجة وده بتكون جهة الضربزين في الجهة اللي هي جهة المنور أو القلبة التانية تمام كده القلبة الأخر فأنا عارف أنه عندي في الدرجة رأس وزيل الرأس بيسبت فيه أو بيكون جهة الحيط أما زيل الدرجة بيكون ناحية الضربزين فده طبعا من أساسيات التصميم والاسم العلمي عندي فلازم أكون ملم به طيب وعند معلومة تانية جديدة أنا قلتها النهاردة في مكونات الدرجة وتعريف الدرجة أنه عندي أول درجة في السلم بتسمى أو بيطلق عليها البادي يبقى أول درجة ما يجي كده في التصميم أو بيجي في السؤال أو بيقولك كده أكمل تسمى أول درجة من درجات السلم بلقق بينما تسمى الدرجة الأخيرة بلقق يبقى أنا عارف أن أول درجة في السلم بتسمى بادي السلم يبقى ده البادي اللي هيبدأ بعد منه الدرج بتاع السلم طيب والدرجة الأخيرة اسمها الدرجة الطروفية ده اسمها كده يبقى آخر درجة الطروفية والدرجة دي خلي بالك هتبقى محتوية على إيه زي ما قولت نائمة وقائمة يبقى مجتملة على القائمة والنائمة طب ايه القائمة وايه النائمة هنشوفها فيه اللي سليت اللي جاي على طول عشان يعني ما نتكلمش عليها قبل ما نيجي للشريحة بتاعتها طيب يبقى انا كده عرفت ان الدرجة مكونة من قائمة ونائمة بتستخدم لأعمال الصعود لها رأس بيكون مسبت جهة الحائط ولها زيل بيكون مسبت جهة الضربزين او بيكون في اتجاه الضربزين طيب وايه تاني وان اول درجة في السلم بيطلق عليها البادي واخر درجة في السلم بيطلق عليها الايه الطرفية وخلي بالك عشان دي بتيجي اكمل او بتيجي في صح وخطأ ممكن يلخبطك الدرجة الاولى في السلم بتسمى الطرفية بينما اخر درجة في القلب او في السلم يطلق عليها بادي السلم طبعا اجابة خطأ يبقى انا كده بعرض الدرس وفي نفس الوقت بنتوقع اللي ممكن يجيلي في اعمال الامتحان طيب نشوف بعد كده الشريحة التانية خلاص بيقول للدرجة العادية ودرجة غير عادية يا مستر آه طبعا طب ايه الفرق حنشوفه هو الدرجة العادية هي الدرجة التي يكون عرض النائمة فيها ثابت يعني انا طبعا اتفقت ان انا عندي حاجة اسمها نائمة وحاجة اسمها قائمة طب النائمة دي اللي هي الجزء اللي انا بضغط عليه برجلي وانا ايه اثناء عملية الصعود السلم بيكون ثابت يعني يا شباب يعني بدايتها من ناحية انا اتفقت خلاص ان الدرجة لها ايه لها جزء اين جزء اسمه الرأس بيكون ناحية الحائط وجزء اسمه الزيل بيكون ناحية الدرب زي من ناحية الزيل للدرجة ورأسها العرض بتاع الدرجة واحد الدرجة عندي انا بضغط عليه برجلي وانا اثناء عملية الصعود تلاتين درجة او تلاتين سنتي اسف في ناحية الحيطة هم تلاتين سنتي من ناحية ايه الدرب زي يبقى الدرجة العادية بيكون عرض النائمة فيها ايه سابق طيب 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 ايه الفرق النحي التانية او الدرجة التانية او النوع التاني عند حاجة درجة ايه بيطلق عليه الدرج المروحة طيب الدرجة المروحة عبارة عن ايه بيقول لي هي الدرجة او هو الدرجة اللذي او التي يتغير فيها عرض النقمة فيقل عند الرأس ويزيد عند الزيل وتسمى مجموعة الدرجات منها بالسلم الايه الحلزوني طيب نوضح دي مع بعض كده ونقول ان الدرجة المروحة بتختلف عن الدرجة العادية ازاي ان الدرجة العادية انا اتفقتي خلاص و proprietعنا اتكلمنا عليها في بداية الحلقة ان اي درجة درجة تسلم بيكون لها زيل ولها ايه رأس طيب في الدرجة العادية خالص بيكون عرضها العرض واحد عرض من ناحية الرأس هو نفس العرض من ناحية الايه الزيل لو انا بفترض ان الدرجة وانا بطلق عليها اسمعي عملية الصعود دي عرضها وليكن تلاتين سنة التلاتين سنة واحدة من ناحية الرأس ماشي معايا من ناحية الزيل هو العرض واحد مختلفش وبالتالي قلبة السلم طالع كلها بشكل واحد زي ما بنقول طيب في الدرجة المروحة ب fim درجة المروحة بيقل عرض الدرجة من ناحية الرأس وبيزيد من ناحية الزيل ليه عشان يسمح بعملية دوران الزيل мол فبالتالي بيكون هنا من ناحية الرأس اللي هو جاهة الحائط بيكون عرض الدرجة وليكن مثلا لو هنقول 25 او 27 بيكون من ناحية الزيل كام 32 أو 33 ليه عشان عملية الضوران يسمح بدوران الدرج بتاعه وده بيستخدم فيه السلالم الضرق اللي هي الدائرية اللي احنا بنقول عليها درج مروحة أو سلم ايه مروحة وطبعا السلم المروحة أو الدرج المروحة احنا عارفين ان احنا ما بنلجأش له او معلومة ليك ان احنا ما بنلجأش له الا في حدود الاماكن اللي هي ايه الديقة او زي ما بنقول بقى لو نرجع للمصطلح الهندس التاعي اللي انا قلته في بداية الشهر اللي هو ايه محل السلم لما يكون محل السلم عندي ديق او المكان او بير السلم بقى بالاسم الدرج بتاعنا بير السلم بتاعي ديق ومحتاج ان انا اسعد ليه ادوار او لدور مثلا وليكن 3 متر او 4 متر وما عنديش مكان يكفي ان انا اعمل فيه البيتين سلم رايح جاي او 3 زي السلالم لما بتكون بير السلم في ايه واسع او محل السلم بتاعي واسع في الحالة دي بلجأ للدرج اللي هون الدرج المروحة لان الدرج المروحة ما بيحتاجش عنده ايه ما بيحتاجش مكان كبير في أثناء عملية التصميم طيب ده كان الفرق ما بين الدرجة العادية والدرجة المروحة وعرفت الفرق ما بين الاتنين وقلت إن الدرجة العادية خالص عشان أنا ممكن في الامتحان يقول لك هنا إيه الدرجة المروحة هي الدرجة التي يكون فيها عرض النائمة سابق بينما الدرجة العادية يتغير فيها عرض النائمة من ناحية الرأس ويزيد ناحية الزيل والإجابة هنا هتكون إجابة إيه يا شباب؟ إجابة خاطئة ليه؟ هيكون العكس أن الدرجة العادية هي اللي بيكون فيها عرض النائمة ثابت أما في الدرجة المروحة بيتغير فيها العرض بتاع النائمة من ناحية الرأس فيقل ويزيد عند الزيل وتسمى مجموعة الدرجات كلها على بعض اللي هو الدرجة المروحة ده كله على بعضه كده بيتسمى بالسلم الحلزوني أو زي ما احنا بنسميه بنطلق عليه السلم الدائري طيب بعد كده الدرجة المشتورة بشوف أنا عندي كم نوع من الدرجات الدرجة المشتورة هو بقولك إن هي بتشبه الدرجة المروحة إلا أنها ذات رأس عريض يعني الرأس بتاعتها بتيجي من ناحية التثبيت ناحية الحائط بيكون العرض بتاعها وليكن مثلاً 30 أو 35 وبتنتهي من ناحية الزيل على 25 يعني إنت لو جيت هنا يا مستر أو إنت حضرتك حابب تقولي إن الدرجة المروحة هي عكس الدرجة المشتورة أيها فعلاً ليه؟ لأن هنا اللي بيزيد إيه؟ اللي بيزيد الرأس رأس إيه؟ رأس الدرجة اللي هو عرض النائمة من ناحية إيه؟ الرأس بيزيد وبيقل من ناحية زيل الدرجة تمام؟ لكن هنا العكس شوف هنا بيقولك إيه كانت في الدرجة المروحة بيقل عند الرأس ويزيد عند الزيل عشان يعمل عملية دوران يقدر السلم يلف في أضيق إيه؟ الحدود أو في محل السلم الديق بتاعه أو بير السلم الديق أما الدرجة المشتورة بتكون المروحة بيقولك إيه؟ بتوشبه الدرجة المروحة ولكن العكس بتاعها إزاي؟ إلا أنها ذات رأس عريضة بيكون رأس الدرجة عريض وده كله هنشوفه مع بعض إن شاء الله في الصور وحنوضحه تاني بالصور طيب جات للجزئية التانية هنا هي اللي أنا بتكلمت عليها اللي هي مكونات الدرجة إحدى مكونات الدرجة وكانت هي عبارة عن إيه؟ عن النائمة فيقولي هنا النائمة هي الجزء الأعلى الأفقي أو الأفقية من الدرجة الذي يستعمله أو يستعمل لوضع قدم الإنسان عليه أثناء عملية الصعود أو النزوء يبقى يا شباب الجزء اللي أنا بضغط عليه بقدمي أثناء عملية الصعود أو النزول الجزء ده بيسمى بالإيه؟ النائمة والنائمة دي إحدى مكونات إيه؟ الدرجة يبقى أنا عارف إن الدرجة مكونات من جزء أو الجزء اللي أنا بضغط عليه برجل أثناء عملية الصعود ده اسمه إيه؟ النائمة طيب خلي بالك إن النائمة دي لها شروط وحنتكلم عليها كمان شوي طيب الحاجة التانية القائمة يبقى النائمة الجزء اللي بضغط عليه برجل أثناء عملية الصعود أما القائمة هي المسافة الرئيسية الرئيسية بين النائمتين يبقى كل نائمتين متتاليتين بيكون ما بينهم حاجة اسمها القائمة ودي طبعا هنوضحها مع بعض كمان شوية ونشوفها بيه الصور عندي حاجة بعد كده اسمها القلب يبقى النائمة بعدين القائمة وحاجة بتجمع كل الدرجة على بعضه كده اسمها قلبة السلم فبيقول لي تتكون من مجموعة من الدرج خلي بالك موجودة في مستوى مائل طبعا عشان ده سلم أكيد هيكون مائل هيصعد بيه من أعلى إلى أسفل أو من أسفل إلى أعلى حسب طبيعة استخدامه ويجب أن لا يقل عدد الدرجات في القلبة الواحدة ما يقلش عن تلت درجات وقال لا يزيد عن تلتاشر درجة طيب نوضح الجزية دي كده مع بعض يا شباب ونتكلم فيها يبقى أنا عندي القلبة بقول لي هي عبارة عن مجموعة من الدرجات بتكون موجودة في مستوى مائل لإجراء عملية الصعود أو النزول خلي بالك بقى أنه بيقول لك ما تحتسبش عندك حاجة اسمها قلبة أقل من تلت درجات يعني أنا لو أنا عندي درجتين في سلم ما يتقلش عليهم إيه دي ما سمعاش قلبة دول اسمهم درجتين سلم بيستخدموا للوصول المنسوب معين لكن لو أنا عندي فوق التلت درجات يعني تلت درجات فما فوق فبتسمى عندك إيه قلبة قلبة سلم خلي بالك عشان ده هيجي برضو وممكن أنا أجيبه لك في صورة صح وخطأ أو أكمل في الامتحان فلازم تكون عارف إن أقل من تلت درجات ده ما سموش قلبة لا يطلق عليه إيه قلبة سلم وإنت ليه ليه أنا مركز في الموضوع ده عشان إنت هتيجي بعد كده في تمارين هتشوفها بعد كده إنك إنت في أثناء عملية التصميم أنا أو أو الوضع اللي إنت حبيطلب منك بعد ما بتصمم السلم إنك إنت بتعمله إيه رسم فلما تيجي ترسم أو أثناء عملية التصميم ما تجيش عندك يطلع من فائد الدرجات درجتين محتاج إنك إنت يوصلوك أو يكملو الارتفاع بتاع الصعود عندك وتيجي تطلق عليهم إيه قلبة فما تقوليش إن درجتين هيطلق عليهم قلبة سلم يبقى أنا عرفت إن قلبة السلم ما بتقلش عن تلت درجات يعني تلاتة يا مستر آه تلاتة فما فوق طيب هو سبالك كده مفتوحة وخلاص لا طبعا ده قالك إن قلبة السلم المفروض وقانوني ما بتزيدش عن تلتاشر درجة يبقى ده التصميم السليم والعلمي بتاعي يبقى أنا عارف إن قلبة السلم ما بتقلش عن تلت درجات ولا تزيد عن ها كام تلتاشر درجة تمام كده إذا زرد عن تلتاشر بعد كده باخد العدد واقسمه على قلبتين تمام كده عشان أقوى ملمه وعارف الكلام ده وحتى لو لاحظتم يا شباب إن في تصميم القلبات دي قلبات السلم أغلب السلالم اللي هي ذات الطبع الخاص أو في الجهات الحكومية أو المستشفات والمدرس وما شابه دايما بتلف على على الجنب نقول لو لاحظت على الجنب الشمال يعني دايما بتستخدم السلم بتلاقيك بتلف كده أول ما بتطلع القلبة بعد كده تلف قلبة شمال قلبة شمال وانت طالع ليه ده بيكون عشان العملية ما هيش عملية زي ما بنقول كده عملية مشية اعتباطية لا طبعا ده كل حاجة لها دراسة ولها علوم ليه طبعا ده بيراعي فيها الناس اللي هم أصحاب الأمراض القلبية أو ما شابه ليه عشان عملية الضوار أو عدم الاتزان وبالتالي بيكون دايما الصعود قانوني وفي التصميم وفق التعليمات أو القوانين المنظمة الموضوع ده دايما بتكون فيه اتجاه اتجاه القلب في ناحية الشمال فيه أثناء عملية الصعود بالذات أما في عملية المنزول طبعا بيكون الأمر ايه ايسر واسل وده حفاظا على الناس اللي هم بيعانوا من الأمراض القلبية وعدم الاتزان وما شابه أو الضوار أو ما شابه يبقى أنا كده أبقى عارف أن تصميم القلبات ده العملية مايش عملية أو أنا عارف أو أنا بسمع فيه الشارع أو أسمع عملية أو في المواقع بتاعتي أو في الحياة العادية قلب قلبة سلم طب قلبة السلم دي ما هي لها شروط لازم أنك انت تكون ملم بيها عشان تلت حاجات الحاجة الأولانية أنك انت ممكن حجيلك فيه الجانب النظري وقالة سلة زي ما احنا بنشوف الجانب التاني أنك انت فيه أصناع عملية تأديت الامتحان ده عمليا بشكل عملي لو هو جالك نفذ سلم درج أو كابولي فما تجيش تعمل درجتين عشان توصل لارتفاع وليكن مثلا اثنين متر ثمانين فانت صممت السلم على قلبة وفاض معاك ايه وتبقى معاك قلبتين ما هو هنا ربطك بحاجة وقالك أن عدد الدرج ما يزيدش عن تلتاشر درجة في القلبة الواحدة فجيت انت عملت ايه بقى هم طلع عندك بخمستاشر درجة تمام فروحت انت التزمت بالتلتاشر وقلت الدرجتين التانيين هيكونوا ايه هيكونوا قلبة اذا الشغل بتاعك هيكون هنا ايه خطأ والشغل بتاعك غلط هتبقى عندك ايه خاطئة ليه لان انا مش معترف عندي بحاجة اسمها قلبة مكونة من درجتين لا طب في الحالة دي يا مستر هعمل ايه انا هقسم بقى عدد الدرجات على قلبتين عشان اتلاشى ان الدرج يزيد عن تلتاشر او يقل عن تلاتة فدي لازم نقطة كنا لازم نوضحها عشان تكون ملمة بيها وتكون عارف يعني ايه درجة يعني ايه قلبة يعني ايه نائمة قانون برضو وهحتاجه بعد كده في عملية التصميم في اه تصميم القلب او النايمة بتاعتي دي العرض بتاعها بيكون كام ما بيقلش عن 27 سنطي تبقى انت ملمة وعارف ان عشان قدم الانسان يبقى مرتاح اثناء عملية الايه الصعود في بعض بقى في بعض التصميمات او في الاماكن الديقة او ما شابه بيجي المقاول لانه عنده السلم بيكون المحل بتاعها او بير السلم دي وبالتالي فبيضطر انه هو يعمل ايه فبيقلل يقول لي لا احنا خلاص احنا هنأكل من الايه بالاسم الدارك كده يقول لي احنا هنأكل من الايه من عرض النايمة بدل ما هي 27 وده قانوني ده يقل حاج 27 يخليها واسلا وليكن 24 فياخد من كل درجة لو طلع عنده 10 2 سنطي في العشرة يعمله 20 فيعمل معاه ايه درجة او 24 فيعمل معاه ايه درجة سلم زيادة فيريح زي ما بنقول يريح معاه السلم بتاعه في اثناء عملية اللي ايه التصميم فلازم اكون عارف ان النايمة دي ما بتقلش عن كام 27 سنط ده كلام او المعلومات اللي احنا نحتاجها ان شاء الله في عملية التصميم وهي في اساس المصطلحات عندك فتبقى عارف ان النايمة عرضها ما يقلش عن 27 سنط ممكن يزيد ما فيش مشكلة وحسب طبيعة استخدام السلم اما الايمة ما بتقلش عن ما بتزيدش عن 17 سنط تمام من 15 ل 17 والايمة اللي هي المسافة او المسافة اللي انا برفع قدم فيها اثناء عملية اللي هي الصعود للسلم وخلي بالك النايمة بتستخدم او الوظيفتها عندي انها بتديني طول السلم ابعاد السلم طول بتاع السلم محل السلم ليه لان انا لو ضربت عدد النوايم دي في عرض النايمة الوحدة مع البسطة بسطة الوصول وصرفة البداية هيديني طول السلم اما الايمة الفرق بقى ما بين النايمة والايمة اما الايمة الاساس عندي هي اللي تستخدم في حسابي لعدد الدرج للايه للارتفاع اللي انا هوصل له يعني اكون عارف ان انا عندي 300 300 ده السمع على من 15 ل 17 اعرف هيكون عندي كام ايمة في السلم زي ما هيجي في عملية التصميم ولكن اللي يخصينا دلوقت او حاليا ان انا اكون عارف ان الايمة ارتفاعها ما يزيدش عن 17 لان لو زاد هيرهق معايا المستخدم السلم او الراجل اثناء عملية الصعود والنزول لان طبعا الارتفاع هيكون السلم ايه زي ما بنقول او بيطلق عليه برا كده سلم واقف موش سلم مرتاح معايا تمام كده طيب السلم ده عشان يكون مرتاح لازم ما يزيدش عن كام عن 17 الايمة بتاعته وما تقلش عن 15 والنايمة بتاعته وما تقلش عن 27 دي كانت معلومات خاصة بالنايمة والايمة والقلبة وقلت ان القلبة مجموعة من الدرجات وعرفت ان هي ما بيزيدش عدد الدرج فيها عن 13 درجة وما يقلش عن 3 درجات ده كله كان بيخص عملية اللي ايه او تعريف ايه او مصطلح ايه مصطلح اسمه القلبة قلبة السلم طيب نكمل مع بعض ونرجع للصلاة بتاعنا لو رجعنا كده للشريحة اللي فاتت ديها شباب كده بصينا ده سلم هو انا جايبه لك بشكل كده وملونه عشان يكون واضح معاك ونعرف نتكلم او نوضح او نفرق ما بين المصطلحين اللي احنا استخدمناهم المجموعة دي على بعضها كده اسمها قلب وطبعا دي معروفة وكلنا عارفين الجزء ده اللي هو النبيت ده معايا الجزء ده ده النايمة يبقى ده واحد اتنين تلاتة اربع نوايمة ده الجزء اللي انا بضغط عليه بقدمي لو انت متابع معايا من بداية الدرس وملم بالله انا قلته فهتبقى عارف ان البداية دي الدرجة الاولانية دي كلها على بعضها كده اسمها ايه بقى يا شباب بادي السلم تمام كده وعكسها هيكون الاخيرة هناك الدرجة انا بتكلم عن الدرجة على بعضها يعني ما قلتش النايمة دي او الايمة دي يعني الايمة مع النايمة الدرجة على بعضها كده دي كلها كده اسمها ايه اخر درجة في السلم اسمها الطروفية يبقى دي الطروفية ودينا هتوبقى اسمها لإيه البادي بتاعي طب فين النائمة هي الجزء اللي أنا بادوس عليه ده بقدم يصنع عملية الصعود طب فين الآيمة هو الجزء اللي هو مسافة رفع القدم للصعود لدرجة أخرى أو درجة متتالية تمام ولو لاحظت هنا زي ما قالك في التعريف إن الآيمة هي محصورة ما بين نائمتين تمام كده بص أو المسافة ما بين نائمتين متتاليتين بص كده الايمة دي اهي هنا نايمة وهنا نايمة هم المسافة اللي محصورة ما بين الايه اللي اتنين دول تمام كده يبقى ده شكل توضيحي وبعد كده عندي عشان اللي هيجي بعد كده ابقى عارف ان الطرف ده او الحاجة الاخيرة دي او الركن الاخير ده ده من ناحية دي اسمه ايه زيل الدرجة ومن ناحية دي رأس الدرجة الناحية دي بتكون متسبتة في الحائط او ناحية الحائط اما الناحية اللي بتكون ناحية الدربزين زي ما قلت فيه بداية الدرس بتاعنا بيكون اسمها زيل الدرجة تمام طيب نقطة التقاء بقى الايمة مع النايمة الجزء ده ده اسمه الانف وهيجي عليه بعد كده التعريف بتاعه هنشوفه فيه الشرايح القادمة ان شاء الله يبقى ده اسمه الانف طيب بصوا بقى معايا الخط ده كله على بعضه كده يعني الانف دي مع الانف دي مع الانف دي مع الانف الدرجة دي كلهم على بعضه كده اسمه خط الانوف خط الانوف ده بيبقى خط ماي اللي بيمر بيه نهايات اللي ايه نهايات الدرجات فبقى عارف ان هو اللي بيمر بيانف اللي ايه الدرج متتالي مع بعض طيب نشوف اللي بعدها كده هنا حاجة برضو يعني اكثر توضيحا شوية بيقول لي هنا ان ده طبعا الايمة وده صورة موضحة عليها اهو صورة الايمة محصورة ما بين نائمتين ودي النايمة اللي هي الجزء اللي انا بضغط عليه اثناء عملية الصعود وعند الجزء ده بيسميه التلابيس وده طبعا الاسم المطلق او المدرج عليه او المتعرف عليه في الجانب العملي ولكن ده احنا بنسميه ايه او بيطلق عليه ايه فيه جزء بتاعنا بنسميه الوزراء سواء كانت وزراء رخام او ما شاب ولو لاحظت هنا بص كنا لو هنا اهو الجزء ده رأس الدرجة متسبت فين او موجود فين ناحية الحق اما الجزء التاني موجود ناحية الايه الدربزين اهو دربزين السلم خلي بالك ان الدربزين في فرق ما بين الدربزين وبين الكوبستا ايه يا مستر طيب ليه او ايه الفرق ما بينهم الفرق ما بينهم طبعا هيجي بعدين برضو في المصطلحات ولكن لو لاحظت ان فيه عندي جزء فوق هو ده بنسميه الكوبستا الجزء ده بنسميه الدربزين او الجزء كله على بعضه لو انا ما سميتهش كده بيسمى دربزين والجزء الصغير خالص اللي بيبقى موجود فوق كنوع من الحليات او للقبض عليه اثناء عملية الصعود بيمسكه الصاعد بايده عثناء عملية الصعود بيضغط عليه ده بيكون بيسميه ايه الكوبستا السلم يبقى الجزء على بعضه اسمه الدربزين طيب يبقى الدرجة خلاص عرفت ان الرأس ناحية الحيط والزيل ناحية الدربزين والقيمة والنايمة وعرفت الفرق ما بين الاتنين عند حاجة تانية هننتقل لجزء تاني اللي هو من المصطلحات حاجة بيطلق عليها الصدفة وهنا بيقول ليه وتسمى البسط اللي هي بسطة السلم وهي منصة افقية خلي بالك بين قلبتين قلبتين سلم ووظيفتها اعطاء راحة مؤقتة للانسان اثناء استعماله السلم او عند تغيير اتجاه القلب واقل مقاس للصدفة مربع طول ضلعه هو طول السلمة الواحد طيب نوضح دي مع بعض كده يا شباب ونقول ان البسطة دي اللي هو الصدفة دي الصدفة ده الاسم العلمي بتاعها لانك انت انا زي ما قلتلك في اثناء عملية الرسم وانت بترسم بعد التصميم ما هو بعد ما بيطلب منك تصميم السلم بيقولك ارسمه لي كروك او اثناء عملية الرسم في مادة الرسم للسلم يبقى انت عارف ان الصدفة المقصود بها ليه هي البسطة وده جزء بيترك مخصوص ليه عشان يعمل عملية راحة للانسان او للمستخدم للسلم ما بين قلبتين متتاليتين يعني قلبة لازم يكون وهتنتهي لازم يكون عندي بسطة ما انفعش قلبة اطلع منها بايه بقلبة تانية على طول او درجة تكون مع نهاية الدرجة اولى في القلبة التانية مع درجة الاخيرة في الدرجة اللي ايه في القلبة الاولى لازم يكون بينهم بسطة وكمان البسطة دي او الصدفة دي قال لي انها ممكن تكون موجودة مش نهاية قلبتين كمان عنده تغيير اتجاه ايه السلم يعني انا طبعا السلالم كلها مش كلها هتكون فيه اتجاه واحد وان كان فيه ممكن سلم زي ما هنشوف كمان شوية فيه انواع السلالم سلم في اتجاه واحد بيكون موصل لدور واحد او ارتفاع واحد ما فيش قلبة تانية يعني تمام لكن الجزء التاني منه انه ممكن يكون عندي في اتجاه السلم طالع كده مثلا وهيتغير اتجاهه للجنب لازم يكون فيه عندي ايه بسطة طب البسطة دي لها قانون او لها تصميم في اصناع عملية التصميم لها قانون لتصميمها اه طبعا انه هو بيقولك ان البسطة دي مساحتها ما تقلش عن متر مربع او مربع بيقولك مربع طول سلمة او درجة كاملة يعني ايه بقى يعني لو انا عندي درجة الدرجة معروف وهيجي برضو في القانون بعد كده وحنشوف انه هو المفروض عرض الدرجة ما بيقلش عن كام عن تمانين من مية يعني متر اللاروب تمام وبيصل الى متر وعشر متر وعشرين على حسب والمفضل يعني المسلم بيه والمتابع يعني ان المفروض يكون متر وكام متر وعشر ده طول الدرجة الظاهر الظاهر ده اللي هو النظيف زي ما بنقول من الكوبستة لوش الحاط او الجزء النظيف بتاع السلم ما يقلش عن كام تمانين من مية ده الحد الادنى له وطبعا بيصل الى متر وعشر او ما شابع والمفروض انه ما يكون كام متر وعشر ده يكون الاستخدام اللي احنا بنقول عليه المتعرف عليه والامسة طيب الدرجة دي طولها وليكن مثلا متر الصافي بتاعها متر خلاص يبقى البسطة اللي على سلم عرض او طول الدرجة بتاعته متر البسطة بتاعته او الصدفة بتاعته ما تقلش عن كام اقل ضلع فيها عن متر تمام كده يبقى انا عارف ان البسطة هي عبارة عن مساحة بتترك ليه الراحة اثناء عملية اللي هي صعود السلالم او النزول وبتكون ما بين قلبتين متتلاتين او عند تغيير اتجاه اه السلم ويكون عرضها او المساحة مساحة البسطة دي ما تقلش عن متر المربع او طول الدرجة صافي طول الدرجة صافي خلاص كنا فده ابقى انا عارف في التصميم او اثناء عملية الرسل ان انا ارعيها في اثناء عملية اللي ايه التنفيذ بتاعتي وخلي بالك برضو في الجانب العملي لما تيجي تشتغل او تنفل استمرين لسلم كابولي درج الدرجة بتاعتك المدرس او التمرين بتاعك قالك ان الدرجة عندك متر فخلي بالك ان انت اثناء عملية تصميم البسطة او الصدفة اللي هتكون وراء القلبة على طول ما بين القلبتين ما يقلش عن كام عرضه ما يقلش عن كام عن واحد متر اللي هو طول الايه طول الدرجة الظاهر النظيف بتاعه طيب نرجع بعد كده ونكمل ونشوف الجزء التاني الانفة هو زي ان انا قلتلك من شوية ان الانف هو عبارة عن تقابل سطحي النائمة والقائمة للدرجة ويكون عادة بحلية بارزة عن عرض النائمة تاني يبقى الانف الانف ده جزء من مكونات او مكون او مصطلح من المصطلحات المستخدمة في اعمال السلالم وبيقولك ان هو بيكون موجود عند تقابل سطحي النائمة مع القائمة زي ما وردتك في الشريحة اللي فاتت قبل كده وممكن نشوفها لو حابين نشوفها ببص عليها تاني او مع بعض كده اهو الايمة مع النايمة الخط بتاعي ده او ده كده هو ده الانف زي ما قلت الايمة اهي مع النايمة نقطة للاتقاء دي هي دي ايه انف الدرج فلازم اكون عارف وملم بيها عشان عملية التصميم او في الامتحان لو جابها لي فكون عارف الفرق ما بين الاتنين واقدر قلم فيها فيه بالذات فيه اعمل فيه اسئلة صح وخطأ لان دي الحاجات اللي ممكن ان انا اوع فيها يبقى تاني الانف هي عبارة عن تقابل سطحي النائمة والقائمة للدرجة ويكون عادة بحلية بارزة عن عرض الدرجة والحلية ديها شباب المقصود بها اللي هو لما بيجي يكسي او الراجل بيعمل عملية تكسية لدرجة السلم بيقى الرخام او السراميك او ما شابه او الجرانيت بيعمل يعني حاجة زي ما بيقولك بروز بسيط كده دايما بيصل الى اتنين سنتين ما بيزيتش البروز ده اللي هو بيقولك الحلية البارزة عن عرض الايه عرض النائمة لو عرض النائمة عندي تلاتين سنتين بيعمل بروز اللي قدام شوية بيبقى كام اتنين سنتين ولازم تكون عارف الجزء ده بالشكل العمل يا شباب انه هو اثناء عملية التنفيذ لو المقاول او المنفذ عنده السلم بتاعه وصل انه هو طبعا زي ما قلت بيأكل من كل درجة اتنين سنتين او ما شابه عشان يعمل ايه عشان يقدر يوصل للارتفاع بتاعه وينفذ الدرج بتاعه طيب ليه لان السلم عنده المكان بتاعه دايه طب يلجأ يكبر الدرجة دي ازاي بيعمل في اثناء عملية الكسوة وده شغل زي ما قلنا بقى اللي هو في تخصص التشتبات عمل التشتبات بيحتاج او بيلجأ الى بيبرز برا برا الدرجة برا عرض الدرجة دي اتنين سنتين او تلاتة سنتين دول بيكونوا ايه اللي هو زي ما بنقول الانف بتكون برزة كحيلية ولكن لها استخدامين استخدام الاولان اللي انا استخدمها كحيلية فتلاقي درجة الرخام النايمة بتاعته برزة شوية كده عن الايمة تمام ده شكل دكوري او بيكون لها هدف تاني ان الدرجة عنده صغيرة شحيحة كده في العرض زي ما بنقول وبالتالي هو محتاج ان هو ايه يكبرها شوية فيكبرها ازاي ان هي في الخرصانة كانت صغيرة فاعمال الكسوة بيعمل الرخامة بتاعته النايمة دي بيزودها من اتنين الى تلاتة سنتين فيدي معاها بدل ما كانت الدرجة صفي على اربعة وعشرين سنتين اصبحت كام سبعة وعشرين سنتين فوصل للحد الادنى لتصميم النائمة كده تماما شباب طيب نرجع بعد كده ونكمل ونشوف المصطلح التاني عندي حاجة بقى بتجمع الانف دي مع بعض كده المجموعة مع بعضها اسمها خط الايه خط الانوف وبيقولك هو خط تخيلي يصل بين جميع نقاط انوف الدرجات يبقى ده خط بيجمع جميع انوف الايه الدرجات ويكون موازيا لزاوية ميل السلم وهو حد يا شباب يقول ان ده خط انا هشوفه او خطه هيكون مرسوم او ييجي على اثناء عملية تنفيذ التمرين وييجي يخد لي خط او يسبت خيط ويربطه ما بين طرف الايه طرف الدرج مع بعضه ويجمعه مع بعضه ويقولي ده خط الانوف لانه بقولك خط تخيلي تمام يعني لو بصيت على اخر درجة وانت وايب فوق على خط الانوف تلمح مع زي ما بنقول كده بلغة صناعية او الدرج برا او اللغة المستخدمة برا بتلمح خط الانوف الدرج كله بيكون خطة ايه على خط واحد من نهاية الدرج زي ما قلنا فيه بداية الدرس بتاعنا بعد كده عندي ميل السلم زاوية الميل دي هي زاوية ميل بيقولك ميل قلبة السلم مع الارضية ما ده شي طبيعي لازم يكون عندي ميل فيه السلم لعملية الصعود او عملية الهبوط عشان اصل الادوار المطلوب الوصول اليها جات النقطة اللي كنا بنتكلم عليها هي ان الفرق ما بين الكوبستة وا الدربزين واحنا نشوفها مع بعض فبيقولك اللي ايه الكوبستة وتسمى المقبض خلي بالك الجزء اللي انت بتسند عليه اصنع عملية الصعود او اصنع عملية الهبوط الجزء ده هو الايه الكوبستة وتسمى المقبض وتوضع على نهاية البرامة يعني شوف هنا بيحددلك اهو عشان تكون عارف لما تيجي في عملية الرسم تيجي تحطيلي المصطلح الفني المستخدم للسلم على الرسمة بتاعك فتيجي تكتبلي على الدربزين تحط عليه مصطلح الكوبستة فتبقى انت كده اجابتك ايه غلط ويبقى انت كده ما درستش مصطلحات فنية لأعمال السلالة فابقى عارف ان الجزء اللي بضغط عليه اصنع عملية الصعود والنزول اسمه ايه الكوبستة وبيقولك بيتركب على نهايات البرامق البرمأ وتصنع عادة من قطبان من الخشب خلي بالك الكوبستة دي بتكون من الخشب طبعا او المعدن حديد او مشابه او البلاستيك وبيقولك هنا ويفضل انتوضة على جانبي السلم من ناحيتين مستمرة على ارتفاع كام تسعين سنط لمساعدة الانسان اثناء الصعود والنزول عن طريق القبض ايه عليا فلازم يا شباب هنا اكون عارف ان الكوبستة دي تمام بتكون مستمرة معاك وتكون موجودة على ارتفاع كام تسعين سنط يعني هي بيتم تركبها على ارتفاع تسعين سنط مش الجزء كله على بعضه اسمه كوبستة يبقى الجزء اللي انا بضغط عليه اثناء عملية الصعود الجزء ده اسم الكوبستة اللي انا بقبض عليه كده بايدي اثناء عملية الصعود والنزول طب ده بيتركب على ارتفاع كام يا مستر من وش الدرج على ارتفاع ما يقلش عن كام عن تسعين ولكن خلي بالك اللي انا حابب افرع او اقلق الضوء عليه انك انت الجزء هو بيقولك بيتركب على ارتفاع تسعين الجزء ده على ارتفاع تسعين طيب يبقى مش الجزء كله على بعض اسمه الكوبست تمام كده لكن الجزء كله او الارتفاع كله على بعضه ده احنا بنسميه ايه الدربزين زي ما هنشوف في الشريحة اللي جاء ان شاء الله وطيب الارتفاع ده كله على بعضه كان تسعين سنط ما يقلش عن تسعين عشان ايه يعني يبقى امان بشكل امن على الاطفال او ما شابع ايه اللي حمايتهم من اعمالية اللي ايه السقوط اصناء الصعود او النزول من السلم تمام كده يبقى انا كده بدأت افرق ما بين الكوبست والدربزين وعرفت الفرق تمام وعرفت كمان ان الكوبست دي بتركب او يتم تركبها على ارتفاع ما يقلش عن كام عن تسعين سنط من وش ايه الدرب طيب بعد كده نشوف الشريحة التانية اهو اهي جات لوحدها الصورة هي عشان طبعا نوضحها مع بعض بيقولك ان الجزء ده اهو جزء الكوبست اهو باين في الصورة اهو بعد كده الجزء ده جزء الدربزين ده كله كده على بعضه ده اسمه ايه دربزين وده بيستخدم لحماية طبعا الاطفال او مشارع طب الجزء ده كله على بعضه كام يا مستر ما يقلش عن كام عن تسعين يعني لو است من هنا من هنا ما يقلش عن تسعين كل درجة وانت طالع ما يقلش عن كام تسعين طب اصناها عملية التصميم بيعمل ايه يا مستر الراجل بيحدد من هنا ارتفاع تسعين وبيجي على اخر درجة ارتفاع تسعين وبيشد ما بينهم خط ويبدأ يبني بحيس ان اي درجة هتقيس منها المسافة هتطلع كام تسعين سنط يبقى انا كده عرفت الفرق ما بين الكوبستة والضربزين وعرفت كمان هنا هو موضح لي فيه الصورة بيقولك ان دي درجة اسمها درجة الايه البادي زي ما قلت فيه بداية الحلقة بتاعتنا طيب بعد كده البرامق هي مجموعة من قوائم رأسية توضع بين قلبة السلم والكوبستة طبعا موجودة فين قلبة بين قلبة السلم والكوبستة لاعطاء شكل جمالي طبعا تحميل وقوة للكوبستة وقد يوضع يعني خلي بالك هي بتبقى موجودة تحت الكوبستة عشان يتحمل عليها ايه الكوبستة يعني البرامق دي لها وظيفتين وظيفة شكل جمالي والوظيفة التانية ان هي بتحمل عليها ايه الكوبستة عشان بعد كده اثبت الكوبستة السلم في البرامق دي اعلى البرامق والحاجة التانية طبعا بالشكل ايه الجمالي وبقولك هنا وقد يصنع او تصنع البرامق دي من مواد كثيرة مثل الخشب يعني ممكن ألاقي برامق خشب وده اللي أنا كنت بتكلم عليه في بداية الحلقة إنك أنت ممكن تلاقي مصطلحات في تخصص زميلك من تخصصات المعمرية فالخشب دي البرمج الخشب ده هتلاقي موجود في نجارة العمارة أو البلاستيك أو الخرصانة وطبعا وإحنا بنشوفه كتير في بيئة جبس البرامق الجبس وده هيكون موجود عند زميلك تخصصات أعمال التشتباط طيب وبعد كده بقولك إيه إلى آخره طبعا له أكتر من مادة أقدر أعمل بيها إيه البرامق وعادة توضع هذه البرامق متجورة على مسافات لا تزيد عن كام عن 30 خلي بالك المسافة بين البرمأ والتاني ما تزيدش عن 30 سنط عشان ما تسمحش بعملية إيه سقوط مثلا الأطفال أو ما شابه أو أشياء ما تقلش عن كام عن 30 سنط المسافة بين البرمأ والتاني ما تقلش أصنع عملية التركيب عن كام 30 سنط وذلك ليه بقولك لأمن طبعا وأمان الأطفال من السقوط من خلال من خلالها طبعا أنه يقع ما بين البرمأوية التاني إذا زادت المسافة عن كام عن 30 سنطة أثناء استخدام السل يبقى أنا كده عرفت أن البرامج بتستخدم طبعا لها شقين أو لها وظيفتين الوظيفة الأولانية اعطاء شكل ديكوري أو جمالي للسلم وما شابه طيب والوظيفة التانية أنه هو كمان بسبت عليها ليه الكوبستة وطبعا الكوبستة للجزء اللي أنا بأقبض عليه أو بكون مسكه أثناء عملية الصعود والنزول من السل وطبعا قلنا نواة بتصنع من أكثر من مادة وأن المسافة ما بين البرمأ والتاني ما تزيدش عن كام 30 سنطة لأن أنا ممكن أجيبها لك في أكمل أو صح وخطأ فلازم تكون عارف المسافة ما تقلش عن 30 طيب بعد كده ضربزين السل بقولك هو الإطار الذي يجمع شوف بقى هنا جاب لك الكلام اللي أنا قلته في البداية هو هو الإطار الذي يجمع الكوبستة والبرمأ معا هما الاتنين بيكونوا مع بعض يبقى الإطار كله على بعضه الكوبستة بالبرمأ الجزء كله من أول الدرجة الحد الكوبستة اللي أنا بمسكها بإيدي وأنا طالع الجزء ده كله على بعضه كده بيطلق عليه إيه؟ ضربزين بقولك ويجب وضعه حول بئر السلم تمام؟ بيكون موجود في بئر السلم كله طبعا على كل إيه؟ الجناب إيه؟ الألبات طيب لمنع خطر الحوادث من السقوط من بئر إيه؟ السلم يبقى أنا عرفت أن الدربزين هو المسافة أو الإطار اللي بيجمع كل الموضوع مع بعضه اللي هو الكوبستة والبرامق بدكوراتهم اللي هي مسافتهم على بعضها زي ما أنا قلت فيه بداية الحلقة ما تقلش عن كام؟ عن تسعين سنت وبيوضع طبعا حول بئر السلم لمنع إيه؟ أو لتلاشي السقوط أثناء عملية الصعود والنزوه لو بصت هنا كده معايا ده برمأ إيه؟ البرامق المستخدمة فيه أعمال السلالم وطبعا الشكل إحنا عارفينه ولكن أنا حبينا نوضح أننا ممكن ألاقيه جبس أو خشب أو خرصانة ودي الكوبستة طبعا اللي فوق المجموعة دي على بعضها كده أهو لو بصت كده نشاور بقى ناحية السلم أهو الجزء ده على بعضه كده ده كده على بعضه بيطلق عليها شباب ضربزين أما الجزء اللي فوق الكوبستة وده اللي هو البرامق طبعا له أشكال كتيرة جدا زي ما هنشوف مع بعض ده الكوبستة طبعا بيوضح أهو صورة أكثر توضيحا ولو لاحظت أن البرامق دي مصنوع عندي من الجبس لأن أنا زي أقولت لك أنه ممكن يكون من خامات متعددة إما من المعدن أو البلاستيك أو الخرصانة أقدر أصبه خرصانة مستر أيها طبعا أقدر أنه أصبه في أوالب ويكون خرصانة وكمان أقدر أسلحه بحديد السلسلي أو الشعر الكتان زي ما بنقول ولكن الكتان ده بيستخدم فين في أعمال التشتباط في قسم البيض والتشتباط أما في الخرصانة أقدر أسلحه بحديد السلسلي ودائما بتلاقي فيه سيخ حديد ليه؟ بيكون رفاية عشان أقدر بيسبته هنا من تحت وبيسبته فيه الكوبستة من فوق هو طبعا ده الكوبستة متسبتها على مجموعة البرامق كل المجموعة دي على بعضها اسمها إيه؟ الضربزين أما خط الأنوف لو لاحظت خلي بالك لو الصورة جايبة الحرف من النحية دي لكن احنا ممكن نبص من هنا كده الخط الأنوف أهو طب فين الأنف دي الأنف هي اللي بتجمع القايمة مع النائمة وخلي بالك لو لاحظت هنا والصورة هي جات لوحدها برضو زي ما بنقول إن أنا عندك هنا بص كده إن الدرجة بارزة شوي البروز ده هو هو ده اللي احنا بنقول عليه اللي بروز الأنوف منه شكل جمالي ومنه في نفس الوقت بيكون ايه؟ يدي اتساع للنائمة بتاعت طيب بعد كده حاجة عندي أو مصطلح تاني اسمه فخز السلم بقولك وهو الجزء المائل من السلم الذي يحمل نهايات السلالة فلازم أكون عارف إن الجزء المائل في نهاية السلم ده بيطلق عليه فخز السلم لأن أنا ممكن أجيبه لك فيه أكمل أو صح وخطأ طب نشوف السؤال ممكن يجي إزاي هنا بيقولك ايه في الامتحان الجزء أو يطلق على الجزء المائل من السلم الذي يحمل بدايات السلالم فخز السلم اللي جابه صحة والغلط طبعاً اللي جابه هتكون خطأ طيب هنا ممكن يجيب لك ده صح وخطأ طيب في صورة أكمل يقولك يطلق على الجزء المائل من السلم الذي يحمل نهايات السلالم نقط يبقى فخز السلم فكده أنا جبتها لك به الطريقتين صح وخطأ وأكمل بعد كده عندي حاجة تانية مصطلح تاني من المصطلحات المستخدمة اسمه قائم البابا طيب ايه القائم ده بيقولك هو العضو الرأسي الذي يوضع عنده نهايات القلبات لوصول او للوصول لوصول فخز السلم مع الكوبستة لوصل فخز السلم مع الكوبستة القائم ده بيصل الكوبستة مع مع فخز السلم وده بيكون موجود في النهايات وفي بدايات السلالم زي ما هشوف كمان شوية طيب هورقولك دلوقتي في الراس بعد كده عندي حاجة تانية اسمها خط السير على السلالم ايه خط السير ده بقى هو خط تقريبي بيقولك خط تقريبي طبعا وهمي ما هوش موجود تمام كده خط تقريبي لسير مستخدمي السلالم ويحدد تقريبا من مسافة خمسة واربعين سنطن من الكوبست طب نلقى الضوء على دي يا شباب ونقول ان خط السير ده خط وهمي ما هوش موجود تمام يعني انت مش هتروح تيسه بالمتر كده ويكون موجود ولكن هو بيقولك بيفترض ان الخط ده يكون موجود في السلم على مسافة خمسة واربعين سنطن انت لو لاحظت في استخدامك السلم مش هتلاقيك وانت بتستخدم السلم بتكون اثناء عملية الصعود ملاصق للكوبست لا بيكون فيه مسافة ما بينك وبين الايه الكوبست لو انت لاحظت وانت طالع من على البسطة او نازل بتلف كده وبتبدأ تستخدم الايه قلبة السلم القط السير ده يقصد به المسافة بقى اللي هي ما بين جسمك اثناء عملية الاستخدام وما بين الايه الكوبست طب المسافة دي وهمية وهمية تمام كده بتقدر بكم بتقدر بخمسة واربعين سنط يعني دايما بيكون تقريبا في مسافة ما بين جسمك اثناء عملية الصعود او مستخدم السلم والكوبستة المسافة دي ما بتقلش عن كام عن خمسة واربعين سنط زي ما شفنا في الشريح طيب نشوف بعد كده اهو لو لاحظت هنا ده بقى اللي انا كنت اقصده في بداية الحلقة او ان انا اتكلمت عليه في الشريحة اللي فاتت اللي هو قائم الايه البابا وده بيكون موجود في بداية السلم اهو وبيكون موجود في النهاية وبيصل الكوبستة بفخز السلم ده حيكون موجود نفس ده موجود عند نهاية الايه نهاية القلب اللي يخلي بالك عشان انت بعد كده برضو في اصناع عملية التصميم تبقى عارف انه ده بيطلق عليه قائم الايه البابا وده بيكون موجود في السلم ليه بيعمل ايه وظيفته ايه بيصل نهايات الكوبستة مع فخز السللم فكون أنا عارف وده بيكون موجود فين هتلاقيه فيه نهاية القلبة بداية قلبة جديدة مع نهاية القلبة القديمة وبيصل الكوبستة مع فخز السلم زي ما شفنا ولو لاحظت هنا الشكل تغير فيه البرامق والقاصد ان انا اعرفك انه ممكن يكون عندك برامق من خامة تانية خالص زي ما انا جبت من شوية كانت خامة ايه جبس لكن هنا الخامة هتكون خامة ايه لو لاحظت كده الخامة دي او الخامة المستخدمة دي خامة خشب تمام كده فانا ممكن الاقي كده ولا ممكن الاقي طبعا اكثر من خامة مستخدمة هنا طبعا صورة تانية كده توضيحية او رسم توضيحي بيقولك بقى هنا جايب كل الايه كل المصلاحات اللي اتكلمنا عليها واللي انا حابب اركز عليها قوي ولقى عليها الضوء الجزء ده جزء الان فيه والبروس بتاعك بص كده ده الايمة تمام وده الايه النايمة بتاعتك اللي انت بتستخدمها اصناء عملية الصعود بتضغط عليها بقدمك ودي المسافة اللي انت بترفع رجلك فيها اصناء عملية الايه الصعود ليه السل تمام لو بصيت كده ده بقى ده انف هو وده انف الاتنين كده مع بعض لو انا عملتولهم خط واهمي كده او المجموعة دي مع بعضها كده خط واهمي يا سميه خط الايه الانوف بيمر بانف كل الايه الدرج زي ما بيقول بنغة الصناعية بيقف هنا وبيلمح الانف بتاعة الدرج كله مع بعضه لازم يكون الخط ده خط مارر بيقل كل بيكون على اتجاه ايه واحد وخط واحد ما فيش طبعا درجة برزة عن التانية اعلى او اقل من التانية وإلا كده يبقى فيه ميل في الدرج بتاعك ويبقى التالي السلم بتاعك التصميم بتاعه بيشوفه شائبة زي ما بنقول طيب بعد كده قايم البابا هو ظهر معايا هنا في بداية السلم وظهر معايا في نهاية الايه القلب تمام وقلتلك انه بيصل ما بين فخص السلم هنا هو وما بين الايه وما بين الكوبستا بيكون هم لاتنين واصل ما بينه تمام كده وعندك طبعا خلاص ويتكلمنا عليها في البداية ده البادي وعندك الايمة والنايمة والمجموعة دي على بعضها كده بتسمى مجموعة الايه قلبة السلم مجموعة عبارة عن مجموعة من الدرج بتشكل السلم وطبعا الدرج اللي عندك ده او الواضح ده ده درجة عادية خالص ليه لان العرض بتاعه عرض ايه سابق طيب بعد كده كمان عندك هنا بسطة او صدفة وخلي بالك انك انت عندك صدفة الوصول تمام وصدفة المتوسطة اه يتقابلك يا مستر دي او احنا هنحتاجها في ايه يا مستر هحتاجها في عملية التصميم فلازم اكون عارف الفرق ما بين صدفة الوصول وصدفة المتوسطة وعشان وقتكو خلاص قرب ان هو ينتهي فانا بس هنتكلم عن انواع السلالم اعرفهم لك كده عجالة فتكون عارف ان انواع السلالم في عندي السلالم ذات النوائم المتوازية ودي بيكون منها سلم في اتجاه واحد وعندي حاجة تانية لزا انا ما قلتلك القلبة بتكون في اتجاه واحد بعد كده سلم بيلف ربع اتجاه سلم نصف اتجاه سلم تلت اربع اتجاه وسلم زو طابعة خاص وده اللي بيكون موجود فيه الفلل والقصور او المباني زات الطابعة الخاص وعندك بعد كده النوع التاني بنا عندي نوعين من السلالم سلم زو نوائم متوازية وسلم زو نوائم مروحية وبكده يا شباب هنكتفي بهذا القدر على أمل اللقاء بكم في الغد القريب إن شاء الله مع دوام التوفيق والنجاح دمتم في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته